موقف اتعرضت له أنا دايماً أول ما ببدأ أدخل مع الأولاد يبدأوا بقى فيه كلام وفيه أحضان وفيه أنا بحبي كميس وأنا كمان بحبك ويبقى عندهم عاطفة كبيرة جداً نحيتي فيه أولاد بيبقوا فيه ثقة كبيرة جداً نحيتيه وبيبقوا حسين أن أنا دايماً بقى خايفة عليه ومحطرة بحس أنهم متعبنين ده مش غريب يعني إيه الحاجة الغريبة اللي جات لك قبل كده هل مثلاً بتشوفي الطفل ضرب طفله بيبرر لك أن ده عادي مثلاً هل تعرضت الحديث؟ يبدأ كتير فيه أولاد كتير بييجوا بيبدأ فيه مشاكل بينهم بين الأصدقاء مع بعض وصحابهم مع بعض أنا ببدأ واحدة واحدة أن أنا أجيب الطفل أتكلم معاه السبب أنت ليه زعلان أنت ليه متضايق في بعض من الأولاد يبقى عندهم حاجات بتضايقهم في البيت بلد مثلاً بييجي جامبي يعني فاكرة قصة معينة تأكيها لي أنا عادي بأضربه عادي مع الصبح بابا شد شعر ماما إيه؟ فابدأ أنا أشد الولاد الجامبي لا لا براحة علي واحدة واحدة كده يعني دي قصة طفل قالك كان بيدرب طفل تاني زميله فأنتي مسكتيه هو شايفي أن الموضوع عادي معه قلت له ليه عملت كده قالك عادي أنا عادي أضربه ما هو أضربني أنا هضربه مع الصبح بابا أضرب ماما الصبح بابا أضرب ماما جماعة أنتوا يعني أنا حقف عند النقطة دي دي نقطة مهمة جدا كل أم وقب شايفيننا دلوقتي أنتوا لازم تبقوا فاهمين إحنا تكلمنا كتير من القلب للقلب وأنتوا كمان فاهمين أنه قد إيه؟ ده بيأثر العنف بيأثر على العلاقة الزوجية لكن أنه يأثر بالمنظر ده على الطفل مش بس أنه بيتعب نفسيا أو بيتدايق أو بيحزن لا ده كمان بيأخد نفس عنف أبوه ويطبقه في المدرسة وفي الآخر أنتوا اللي بتشيلوا بقى المشكلة هيا إحنا بنحاول نتعامل معاها طبعا فيه أخصائية بنحاول نتكلم معاها نتكلم مع الولد ولكن ما تكتيش أنت بقى ربتي وصلت أه طبعا بس بعض أوليها الأمور بيبقوا عندهم إدرات للموضوع ده وبيتفهموا الموضوع وبييجوا ويتناقشوا معاك بيبقوا فيه صراحة كبيرة جدا عشان نقدر نحل الموضوع في الموقف ده تحديدا أنت رجعت الممتو وتكلمت معايا؟ أه بس حصل المهولة؟ مش كده إحنا أنا مدركة ده بيبقى غصبة عنه الولد بيبقى غصبة عنه وهي أنا مش عارفة أكتفها ومش عايزة ديها لكنه بقى غصبة عني أنا بحاول أن أنا أساعد الولد ولكن ده بيأثر علينا إحنا في الكلاس في الجانب الأكاديمي وبيأثر عليها تحطت في موقف بيخاوي كأم إنها يعني قصتها كده ابنها سيح لها بالبلد كده مع المدرسة وفي الفصل وده وارد إنه يكون حكى لصحابه كمان طيب الولادة اللي بيدربوا بعض في الفصل إنتوا بتتعاملوا إزاي معاهم غير إنك بتخديهم وتتكلمي معاهم إيه تاني؟ أولا الطفل اللي بيعنف بيبقى مفتقد للحنان أو بيتعنف في البيت لازم نكون متفقين أنا بحاول لو الموضوع فيه عنف زيادة لازم بتتواصل مع أولئك الأمور طبعا بنقول لو بيتعرض لعنف نوقف ده فيه وسائل كتير جدا غير الضرب غير كده إحنا بنعمل توعية وبنعمل ندوات لتوعية الطلاب بشكل غير مباشر عن طريق قصص بتناسب عمرهم إن إحنا نفهمهم إن ده بطريقة غير مباشر هموا يفهموا إن ده مش صح نعم نعم